من كرة اليد نروح للتحاد الكورة المصري في خبر خاص طبعا نهاردة يعني باللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكورة برئاسة المهندس أحمد مجاد النهاردة لاتحاد الدولي الكورة القدم فيفا قرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري الكورة القدم وطبعا فيها عضوية كل من أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي لحد 31 يوليو 21 بعد انتهاء دورة الأولمبية يعني نكلم من خلال الشهر اللي فات أنه كان 31 يناير المفروض يتعامل الانتخابات لكن طبعا لظروف الجمعية العمامية نقدرش نكتمع في هذا الوقت وظروف طبعا الكورونا حيتم طبعا تأجيل هذا الملف وتأجيل الانتخابات لما بعد بطولة الأولمبية كمان حاجة كويسة النهاردة إن اتحاد الكورة عمل اتفاق مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاث شهور للوفاء متطلبات اتحاد المصري في تقنية الفيديو ده اللي اتكلمنا عليه إن آه فيه أخطاء كتيرة جدا أخطاء حكام كتيرة جدا لكن كان فيه كمان جزء خاص بالتقنية عايزين نحسن الخدمة يعني ده اللي عمله النهاردة لاتحاد المصري كورت القدم من خلال شركة أسبانية برو ميديا إنها عايز متطلبات وفق المواصفات العالمية حددها لاتحاد المصري النهاردة خلال المناقصة اللي أجريت في هذا الشأن وقررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق يعني تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري اتحاد المصري كمان كلف المصري أحمد حسام عود عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكورة مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة كمان حرست الشركة العالمية خلال الاجتماع ده على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصري إلى أفضل مستواتها على المستوى العالمي طبعا يرضي عنه المشجع المصري بشكل كبير وزي ما اتكلمنا في النقطة دي فيه مازالد فيه مشاكل على مستوى التحكيم كتحكيم كشخصية الحكم إن الحكم بيعتمد بشكل كبير جدا على البار فيه في التقنية في الدراسة في التدريب فدي جزئية جزئية تانية كانت على مستوى التقنية إن فيه مشاكل في عدد الكاميرات فيه مشكلة في الإخراج فيه مشكلة كمان فيه البوزيشن بتاع الكاميرات الصورة متباشة واضحة ده الجزء التقنية سهام خلاص اتحاد الكرة اتفق مع شركة اللي هي الأسبانية بروميديا ديت على أساس كل التقنية اللي نقصة من خلال عدد الكاميرات من خلال البوزيشن من خلال الإخراج يتمنى الإخراج يكون على مستوى طبعا إخراج كاس العالم لكرة اليد فكل الجزء التقنية إن شاء الله هيتحل يبقى طبعا شخصية الحكم وكمان التدريب المفروض الحكم يتمرن عليه على بروتوكول الفار نحن بنعاني من بداية الموسم كلامنا يمكن كلام دوت كتير قوي مبارح فبنعاني يمكن النهاردة دخول تقنية الفار زودت من حدة هذه المشكلة ما نصفتش أبدا أندية كتير جدا على رأسهم النادي الأهلي اللي فقد نقاط كثيرة جدا من بداية الموسم لحد دلوقتي فلابد لها من حل جزري